مارس كبيس وابريل كبيس مهم انك تجاوب على لماذا كان يناير كبيسا طبعا رقم واحد على مستوى اللاعبين وليه مستوياتهم عاملة كده انت كإدارة ازاي مخلي الوضع عامل كده مفيش روح خالص خالص في الزمالك الفرقة وهي متأخرة بهدفين مجرد مستحوذة ايوا بتعمل ايوا ما بتستحوذ مفيش هتسأل على الصفقات ممكن ليه الصفقات كانت عاملة كده ليه مستوى الفريق نفسه عامل كده هتسأل بقى على الاجواء اللي انت موفرها لللاعبين انت كإدارة اللي موفر الاجواء السلبية جدا انت اللي مطلع اهم عنصر ومفتاح لعب عندك احمد فتوح من المباراة اللي فاتت كلها لحد ما نزل النهاردة ده لما نزل النهاردة التمريلة الوحيدة اللي اخترق الدفاعات فارقه كان في الدي 74 من فتوح لعمر السيسي لما جي فتوح لما رجع فتوح اللي انت طلعته وخليته اخر 6 متشات ما يلعبش لحد ما نزل النهاردة كبديل لما الزمالك غير طريقة لعبه من 4-3-3 لـ 3-4-3 ونزل اللعب كوينج باك ناحية الشمال باقي اللاعبين لما طبيعي جدا لما الادارة تبقى طول الوقت في خلافات اعلامية طول الوقت في شتيمة وفي هجوم وفي انتقادات طبيعي الاجواء دي ازاي تخلي فرقة تركز اقول لكم على حاجة انا احيانا لما بكتب حاجة على انستجرام مثلا او انزل صورة او ابقى معطرد على اللي بيعمل اقدارة الزمالك فيه لعبه من الزمالك بتبقى بتعمل ريأكت يعني بتريأكت على الكلام ده بتعمل رد فعل ان هي متفقة فاللعبه نفسه اصلا مش عايشة في اجواء صحية من اجل ممارسة كرة قدم خرجت خرجت امام عشور النهارده سيف فاروج عفر فجأة بيدخل يلعب بعد غياب طويل جدا عن المشاركة طبعا مؤثر ضميت لعيبة تانية هنتكلم بقى عن قصة القدر انه اكيد ده سبب من الاسباب وده ليه جانب اخر هنتكلم عنه خلال دقايق لكن لو هتتكلم بقى على الجهاز الفني تخبط تخبط فريرة يمشي بعد مباراة خسرها الزمالك امام مين غزل المحل ثم يعود من جديد ليه عشان بقى علشان الجمهور عايزوا عشان احنا اللي عايزينه مش عشان الشرط الجزائي ايا مكان ده كلام رئيس الزمالك لكن في الاخر لما رجع رجع بعد ما كان قسامة نبيه حقق انتصار في الجودة اللي فاتت بعد غياب ست متشات قدام فيوتشر فارجع هشوفنا النهاردة المشهد ده اللي على يساري النهاردة شوفنا هذا المشهد مشهد في فريرة بيتوسط اسمان بيه وصودة عبد المقصود طبعا هو قاعد في الخلفية لكن كدر كان مثاليا يصف في وضعية الزمالك النهاردة يصف انه ازاي لعيبة تبقى اصلا عارفة ده اللي بيدربني اللي بيقود النهاردة ولا اللي قاعد وراء اللي هيقود الماتش اللي بعده قدام شاباب له ازداد ما المشهد ده اصلا مشهد غير مفهوم قلنا الاخبار ان الكابتن اسمان بيه لا يقود وقاد بالفعل النهاردة لكن مين اللي بيقود اللعيبة دي بتاخد تعليمات من مين وولاها لأي فكر تدريبي مش لأي شخص لأي فكر تدريبي طب ما طبيعي يبقى اللعيبة النهاردة مش شايفة زي ما هي مش شايفة من بداية يناير من ساعة ماتش الداخلية لعيبة مش شايفة طبعا ومين اللي مظلوم في الآخر الزمالك وجمهور الزمالك بسبب سوق إدارة في نادي الزمالك ايه بقى اللي جاي مهم جدا انك تتكلم في ده وهنتكلم في ده لكن بعد ما نرحب تفين بالكابتن وليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك